بلغة الإعلام والفن والسخرية رد فنانون إيرانيون على الهجوم الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية منذ أسابيع أربعون عملا كاريكاتريا استعرضت تفاصيل الحملة الموجهة ضد إيران منذ اندلاع أعمال العنف فيها ومحاولات تقسيمها هذا المعرض جاء كرد على الهجوم الذي تتعرض له إيران بلغته وبطريقته الفنية الخاصة وهي الطريقة المثلى برأيه المعرض يركز على محاولات تقسيم إيران من قبل أعدائها محاولات بذلتها الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا والسعودية عبر وسائل إعلام تحولت إلى منصات ترويج للجهات المناوئة لنظام الحكم في طهران من زعيمة منظمة مجهد خلق مريم رجوي إلى اللاعب الإيراني علي كاريمي ودوره في تأجيج أعمال الشغب لغة الكاريكاتير هي لغة دولية وبإمكان الجميع فهمها ما شاهدته هنا هي أعمال تتمتع بمستوى فني ممتاز ويمكن عرضها خارج إيران أيضا وإذا كانت الجهات الرسمية في إيران توجه سهام اتهاماتها لجهات إقليمية ودولية فإن المعرض هذا لم يتردد في الإشارة إلى وجوه إيرانية أيضا تحالفت مع الأعداء لمصالحها الخاصة الصراع بين إيران وأعدائها ليس سياسيا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا فحسب فدائرته تشمل الفن أيضا من أجل حفنة دولارات عنوان هذا المعرض الكاريكاتيري لكشف القناع عن كل الضالعين في الأحداث التي شهدتها إيران على مدى الأسابيع الأخيرة في الداخل والخارج أحمد البحراني طهران الميادين